أشهد فخامة الرئيس عبد الربو مصر هادي رئيس الجمهورية القايد الأعلى للقوات المسلحة بجهود المبذولة والمواقف الميدانية التي يشترحها حماة الوطن من أبناء جيشنا الوطني ومقاومة الشعبية البطلة من رجال القبال وأبناء الوطن الشرفاء في معركة الثورة والجمهورية ضد فلول التمرد والانقلاب من الميليشيا الحوثية الإيرانية في مأرب الصمود وكل شبر وكل شبر من أرض الوطن وثمن فخامته خلال استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن الصغير حمود بن عزيز جهود قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ومختلف الوحدات الميدانية التي تقدم التضحيات رخيصة في سبيل عزة ونصرة الوطن والانتصار لإرادة شعبنا وعدم القبول بالتجربة الإيرانية مهما كلف ذلك من ثمن وطلع فخامة الرئيس من قبل رئيس هيئة الأركان العامة على مسجدات الأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات ومنها مأرب والساحل الغربي حيث يسطر الأبطال مواقف شرف والبطولة والفداء ويصنعون ملاحم النصر في الدفاع عن عزة ونصر الوطن وحث فخامة الرئيس على أهمية إلاء أبطال المؤسسة العسكرية الرعاة والاهتمام التي يستحقونها مثمنا دعمهم سندة الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على مواقفهم الأصيلة والحميدة تجاه شعبنا اليمني من جانبه عبر رئيس وهيئة الأركان العامة عسروره بهذا الاستقبال واللقاء لوضع فخامة الرئيس أمام صورة التطورات والمسجدات الميدانية في مختلف الجبهات وسير العمليات العسكرية والنجاحات المحققة على أكثر من صعيد لافتا إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها حماة الوطن ورجال القبائل المخلصون لوطنهم ومجتمعهم حضر لقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العالمي